ينضم إلينا عبر سكايب من سان بوترسبورغ الدكتور سلم شعيتو مدير مركز الحوار الروسي العربي دكتور شعيتو هنا الحديث عن زيادة أعداد الجنود الروس كيف تقرأوا؟ ما الذي يشير إليه؟ صباح الخير إليك المستمعين والمشاهدين واضح تماما هذه المعركة التي بدأت في أوكرانيا وهي أساسا مع الناتو وجماعاته لا يستطيع الجيش الروسي بعدده القليل مواجهة هذا الكم الضخم من الجيوش الناتوية الموجودة على كل حدوده وخاصة بعد انضمام فنلندا بحدود تتجاوز 1200 كم مع روسيا والتي كانت محايدة وهناك اتفاقات بعدم الاعتداء المتبادل إذن هذه الحدود الواسعة مع الناتو والعدد الضخم الذي تحشده الناتو في هذه المناطق وخاصة أوروبا الشرقية لا تستطيع روسيا الدفاع عنها بعدد موجود حاليا من الجيش خاصة وأنتم تعرفون أن روسيا مساحتها 17 مليون كيلو متر مربع كل حدودها بعشرات آلاف كيلو مترات وهذا يتطلب عدد أكبر من الجنود سيرفع هو حاليا حوالي المليون سيرفع إلى مليون ونص ولكن حتى المليون ونص أعتقد لا يلبي حاجة الأمن من التهديدات الأوروبية تحديدا وهي الفنية هل سيتم نشر هذا العدد من الجنود على مختلف الحدود كما أشرت دكتور مسلم أم أن سيقتصر وجودها فقط على المناطق المتاخمة لأوكرانيا في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية والتي ما زلت عملية محدودة هناك فقط شارك بها 150 ألف يوندي حاليا هذا الاحتياط 300 ألف الذي استدعيه لن يدخل إلى أوكرانيا فقط لكن سينتشر أيضا على حدود أخرى كما قلت فنلندا ستطلب تغيير دائما وواضح تماما للخطة العسكرية والأسلوب العسكري في التعاطي مع هذه الحدود الواسعة جدا والتي هي قريبة من الأراضي الروسية يعني بعيدة عن مدينة سامبرسبورد حوالي 100-200 كم في بعض الأماكن إذن هي محازية للعمق الروسي استراتيجي وأيضا دول البلطيق هي قريبة من شمال غرب روسيا ومناطقها الحيوية إذن ستنتشر هذه القوات حكما انطلاقا من الخريطة العسكرية الجيوسياسية الجديدة التي نشأت بعد المعارك في أوكرانيا يعني ليس فقط بالعداد الجنود والعتاد والذخيرة هناك أيضا تحديات أخرى مثل إمداد كييف باليورانيوم المنظب تحذيرات وزارة الدفاع الروسية في هذا الصدد كيف تقرأها؟ يعني ما هو رد فعل موسكو إذا هذا الأمر انتم؟ يعني فيه الكثير من السخرية وفيه الكثير من عدم احترام للقيم ولا المنتعهدات الدولية يتوصلوا إلى مرحلة يقولون في أوروبا لماذا روسيا تحتاج؟ ما نحن قتلنا مليون شخص في العراق بهذه الأسلحة لم يحتاج أي أحد من الدول العربية قتلنا في سوريا في يوغزلافيا ولم يحتاج أي أحد ما السبب أن تحتاج روسيا إذا قتل بالإيرانيوم أو بشغيرهم؟ يعني هناك نوع من الاستهزاء بأرواح البشر وأيضا القيم الدولية ثانيا والأهم من ذلك كله هم يحاولون استعمال هذه الأسلحة في منطقة خصبة جدا في الانتاج الزراعي من القمح ودوار الشمس والزيوت وما إلى ذلك لكي تكون هذه المنطقة معدومة من الانتاج لاحقا وخسارتها لروسيا ولأوكرانيا وهو لا يعنيهم لروسيا ولأوكرانيا لا بشرا ولا أرضا ولا مياها ولا شيئا إذن نحن أمام مشهد فعلا غريب من أنواعه مشهد يستهزئ بأرواح البشر وبقيامها وبصحطها يعني هناك مسألة خطيرة جدا تحاول حلف النيتو تحديدا الأنجلوسكسونية ممارستها في البشرية إذن يحق لهم استعمال أي نوع من الأسلحة ويتهمون الآخر إذا طالب بحقوقه وطالب بدفاع عن أمنه والالتزام بها فهذه مسألة خطيرة أعتقد روسيا سترد بطريقة أو بأخرى على هذا التهديد لكن نعم مشكلة كبيرة ستحدث في تلك المنطقة إذا ما استعملت هذه الأسلحة طيب يعني أيضا من المستجدات مسألة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي يعني رد فعل موسكو التحذير من هذا الأمر وما صرح به رئيس البرلمان من أنه يجب تعديل التشريعات لحضر أنشطة الجنائية الدولية ما الذي يعني هذا الإجراء يعني ما الذي يعني حضر أنشطة الجنائية الدولية يعني كان هناك في فترات من التاريخ روسيا الحديث أيام يلسن وقرباتشوف التعاون مع هكذا منظمات دولية ومنها المحكمة الجنائية أعتقد نتيجة لتاريخ هذه المحكمة والذي بدأ واضحا ليس فقط باتهامهم للرئيس بوتين أنتم تعرفون ثمانون عاما الشعب الفلسطيني لم تحرك ساكنا هذه المحكمة مجزر الصبرة وشتيلة حوالي ثمانية ألاف شخص قتل في ليلة واحدة لم تحرك ساكنا هذه المحكمة مليون طفل في العراق لم تحرك ساكنا وهكذا دوليك حسو في محكمة ميلوشيفيش الذي أخذوه للمحكمة كان هناك إمكانية لإطلاقه ونحن نعرف وبالمعلومات أن الوزيرة الخارجية الأمريكية هي اتصلت بالمحكمة وقالت عليها أن يبقى في السجن لأننا نريد أن نضغط على روسيا وأن نقلل من قيمة روسيا في العلاقات الدولية يعني هذه هي المحكمة هي تستعمل في السياسة من أجل تحقيق أهداف تريدها الولايات المتحدة تحديدا مسألة اتهام بوتين وأنتم تعرفون الاتهام ما هو الاتهام أنهم نقلوا أطفال من منطقة دنباس ولوغانس ومن منطقة الاشتباكات إلى مناطق آمنة هم برأي الإدارة الروسية يجب أن تحاكم هذه المحكمة لأنها تريد أن تبقى هذه الأطفال في تلك المنطقة وتقصف من قبل العصابات المتشددة بأسلحة الناتو ومنها هذا اليورانيوم الجديد هذا هو مطلبهم أن تقتل الأطفال ومن ثم اتهام روسيا وليس أن يحمى هذه الأطفال بنقلهم إلى مناطق أخرى دكتور مسلم شعيتو مدير مركز الحوار الروسي العربي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك